عشرات ألاف الحسابات تناقلت قصة قطة صغيرة عمرها شهر ونصف كانت تدور في ردهات وقاعات مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء وبمحض الصدفة دخلت القطة طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية كانت متجهة إلى مدينة بيرمينجهام في إنجلترا وصلت الطائرة إلى إنجلترا ولاحظ عمال المطار القطة المسكينة وسط الحقائب وأبلغوا أمن المطار الذين حولوا القصة أو القطة إلى إدارة الطب البيطري من أجل فحصها ووضعها تحت الملاحظة الطبية والنفسية لأربعة عشر يوما الخطوط الجوية الإماراتية عرضت أن تتحمل تكلفة الكشف الطبي للقطة باعتبارها راكبا من الركاب لكن السلطات في بيرمينجهام أصرت على معاملتها كما تعاملوا قطة بيرمينجهام وأطلقوا عليها اسم كاسا بعد انتهاء فترة الحجر البيطري عرضت السلطات المحلية في بيرمينجهام القطة للتبني وفعلا تلقت السلطات طلبات تبني من عدد من الأسر المنشور الذي يحكي هذه القصة ينتهي بجملة سافرت أوروبا تعالجت أحسن علاج أعطوها اسم أخذت جنسية عاشت مع أسرة إنجليزية إنها الأرزاق ترجمة نانسي قنقر